الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن في سياحة إيمانية مع عالم الملائكة أقول لأولئك الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضم خلسان الزكر منك بطيبه ولا تعبأن بالمطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم رسالة إلى الذين يعودون المرضى روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا مبسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة الله أكبر يا من يزور المرضى إن كل مريض شفاه الله وعافاه من جيرانك من قرابتك من معارفك سيحدث ذلك فرحا هائلا لتغيير يومك بل وتغيير حياتك أجمع تخيل أن بعضهم سيذهب إلى وظيفته ومعه سبعون ألف ملك يستغفرون له فهو في حرز هو في كنف الله هو في حفظ كامل لن يستطيع أحد أن يمسه بسوء أركض في الطرقات ابحث عن مرضى للزيارات ستكون في هذا الخير الكثير كذلك إنهم يؤمنون على دعائك فلتكسر من الدعاء جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل بذلك آمين ولك بمثله للحديث أكثر من بعد أوله البعد المجتمعي فحب الخير للغير في أبهى صورة وهي الدعاء للغير بالخير إنه يبني مجتمعا عنوانه حب الخير للغير فلا بغضى ولا حسد البعد الثاني ملك يدعو لك وبما تريد ستتحقق كل أهدافك وكل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة فأكثر من الدعاء ولا تبخل فالملك يؤمن على دعائك وبالخير يدعو لك إلى من بات طاهرا روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا هذه دورات تطويرية تدريبية نقلات نوعية وحياتية أركض نحو الأهداف وأنت على فراشك ألم أقل لك إن حياتك مع الملائكة الكرام أسهل وأيسر فإلى الأمام تقدم ولا تتأخر فالزمن يمضي إنهم يدعون للمنفقين في سبيل الله دعاء المنفق في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فيا لرجال الأعمال ولأهل الصدقات ولأصحاب النفقات سواء صغرت أو كبرت إن ملك هناك ملك يدعو يوميا لك بأن يخلف الله تبارك وتعالى عليك أضعافا مضاعفة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فكيف هي بركة تجارتك وأعمالك ونفقتك ألم أقل لك إن حياتك مع الملائكة الكرام ستكون أسهل وأيسر إلى الأمام تصدق فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المنفقين ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لأه نعم وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما نقص مال من صدقه كذلك إنهم يدعون للمتسحرين جاء في صحيح بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين تأمل وأنت تأكل وتتلذذ بالطعام والملائكة تصلي عليك الله أكبر أنت في نعيم لا تتخيله ولا تتصوره كذلك هم يستغفرون لمن صلى الفجر والعصر في جماعة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهذه الملائكة الكرام تلتقي عند صلاة الفجر فلتحرص يا عبد الله أن تكون ممن يصلون الفجر حاضرا إن قرآن الفجر كان مشهودا ما زلنا نعيش في سياحة إيمانية مع عالم الملائكة إليك هذه البشارة يا من قرأ الآيات الأخيرة من صورة الحشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر صورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي والإمام أحمد كذلك بشارة إلى من بكر لأداء صلاة الجمعة فلو علم المسلمون ما في التبكير إلى صلاة الجمعة من أجر وثواب لناموا على أبواب المساجد ينتظرون فتحها ليحظوا بكامل الأجر والثواب الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فلتبادر وصح في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا جلس الإمام طبوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة فلتكن أول الناس وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ملكاني يكتبان الأول فالأول كما جاء في الحديث فلتبادر إلى صلاة الجمعة ولتكن من أول الحاضرين لأن الملائكة ستكتب فلان جاء أول الناس ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم إنهم بعد ذلك يطوون الصحف كذلك استغفار الملائكة لمن صلى العصر والفجر في جماعة كما جاء في الحديث كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين هذا ارتباط وثيق بين الملائكة وعباد الله المتقين الذين يحافظون على هذه الصلوات وهذه العبادات فلتحافظ على هذا حتى تكتبك الملائكة من عباد الله المتقين وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر